أهلا بكم مشاهدي هنا لبنان على نصات التواصل الاجتماعي في هذا البث نحن معكم مباشرة من منطقة مرجعيون يعني هنا في تلك المنطقة أطراف الإخلايا حيث نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية وفي هذه اللحظات يقوم بالقصف المدفي على تلك النقطة نستطيع سماع صوت القذائف من تلك النقطة حتى هذه اللحظات يستمر القصف في هذه اللحظات على أطراف بلدة القليعة نستطيع سماع صوت الندفعية حيث نفذ في تلك النقطة غارة إسرائيلية هي ستنزل هذه النقطة هي أطراف بلدة القليعة حيث نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية نستمر سماع صوت القذائف على أطراف بلدة القليعة القذائف لا تتوقف في هذه اللحظات بشكل عنيف على أطراف بلدة القليعة أيضا استهدف حزب الله نقطة عسكرية إسرائيلية في مثلث الطيحات عند حدود ميسى الجبل في قطاع الشرقي من جنوب لبنان وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سقوط عدد الإصابات جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه مستوطنة دوفيف إذن هذه هي المشاهد من أطراف بلدة القليعة حيث يقوم الجيش الإسرائيلي برمي القذائف على تلك النقطة منذ حوالي خمس دقائق كان هناك غارة أيضا غارة إسرائيلية ومن ثم تبعها قذائف مدفعية على أطراف بلدة القليعة يعني صوت القذائف مستمر هي ستنزل لأن هناك قصف مدفع عنيف على تلك المنطقة نحن هناك قصف مدفع عنيف على تلك المنطقة يعني إن هذه النقطة تعرضت لغارة إسرائيلية وأيضا مسيرة إسرائيلية كانت على علوم مفافض قد شاهدناها في البثء السابق أيضا أطلقت صواريخ على تلك المنطقة والآن يقوم الجيش الإسرائيلي بالقذف المدفعي هذه قذيفة أخرى آدية سقط حوالي حتى هذه اللحظة عشرين قذيفة نقصف عنيف على تلك النقطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ايضا هناك صاروخ مضاد للضروع اطلق من لبنان باتجاه موقع المنارة على الحدود الشمالية القذائف لا تتوقف هذا القسف العنيف يطال اطراف بلدة القليعة حتى هذه اللحظة حوالي 20 قذيفة مع غارة اسرائيلية وطائرة مسيرة عنقاء اطلقت صواريخ على تلك النقطة هناك اصابات عديدة في منطقة دوفيف بعد ان استهدفها حزب الله منذ حوالي الساعتين نستطيع سماع صوت القذائف بشكل عنيف على تلك النقطة هناك طيران الحربي الاسرائيل ينفذ غارة على اطراف بلدة راميا وايضا غارة على اطراف بلدة عيت الشعب وغارة جوية ايضا على اطراف بلدة يارون في القطاع الاوسط من جنوب لبنان من اصدر حزب الله عدة بيانات عن استهداف عدة مواقع اسرائيلية من هذا المنطقة هي اطراف الاخلايعة التي تتعرض لقصف عنيف ما زلنا نسمع صوت المدفعية التي تتساقط على تلك النقطة هذه قذيفة اخرى ساقطة على ستسقط على الان مازلت الثامنة غيرط وايضا قرارة صوت المدفع رجل نظام هناك معلومة أيضا أن الجيش الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية سيارة فان متوقفة بالقرب من إحدى المنازل ولا إصابات ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر